السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هاد النهار ان شاء الله قدي نقدمكم وحال الحلقة ديال اساليب الغش في طرق التسويق يعني الطرق ديال التسويق ديال الالانيب كين واحد النوع ديال الغش بغيتنا نهضر لكم عليه وفي حقيقة واحد قصة غريبة طرت لهاد النهار وبغيت نحضركم منها ونهضر لكم عليها هاد الطريقة هادي اسمه هي وهي انا نمشيت نبيع شي حبات ديال شي ضكورة كانوا وجدولي وبغيت نبيعهم بالكيلو نمشيت عند القزار اللي كان نتقضى عليه يعني اللي كان ندفع له قال لي لا ما مرخصنيش فهر الوقت قلت نبدل مشيت عند قزار اخر قلت له واش تشريع لي القناين قال لي مرحبا هو قزار يعني كيبيع بالكيلو اه كنت تصادف انه فاجأني يعني بواحد الكلمة قال لي يا جيب لي جوج نتوات واذاكر ويكونوا واصلين شوفوا هالطرق ديال الغش إلا كان قزار وكيبيع بالكيلو رهما شي هي كتشري اونثة مثلا واجدة انه الكيلو كيدير خمسة وثلاثين درهم مثلا هاد داكر هادا مشوفوه هادا فيه جوج كيلو احنا نقوله جوج كيلو جوج كيلو بالضبط قاع اه اه انا مشيت حسابعته واذا ينبيعو بسبعين درهم ولكن رابقي ما مداويش يعني اه بقي ما وصلش لوقيته ديال اليبرا اليبرا انا كدير تسعة درهم عشر درهم انا تايي كنحسبها انا كان تفاجأ ان هذا الجزار يعني هو في حقا محتال محايل باغي يشري بالتامن دير الكيلو وفنفس الوقت يكونوا ارانب يعني واصلين ومداويين يلا كانوا ارانب واصلين ومداويين رغماشي هما تامن الكيلو 8 كيلو هم هاد الصغار حلاكا ممكن انه منيكي كيكبروا شوية كاتس انهم يوصلوا الكيلو ونصف كيلو سبعمية قرام وكاتبيعهم هادك مشي مشكل ولكن النتوات اللي واصلين 4 كيلو مثلا النسواتي 4 كيلو بطبيون كاتسواتل ميتين درهم تل ميتين وخمسين درهم احتل 300 درهم اذا كانت واصلة ويعني شيء انثنقية رابقي ممكن تبيعتها 300 درهم الربعة كيلو لمشي نسبا ضربناها في 700 ريال كيلو را هي ايش هى ما questioned 140 درهم ور Jacobs بى غش اذا قلت غش هاداه وغش يعني كين اللي كي تسوله نفسه انه وانتي ممكن انه يخدعك وهي لا لثمان ذيالكيلو بحده وثمانadows الواجد بحده ثمان طوالواجد بحده هي تسمي المعنى ديالها وهو أنه منين الارنب يكون مداوي ويكون واصل خاص تمان ديالو كيتباع كأم مثلا كأم واجدة يعني غادي تولد لك وغادي تستفد منها بالنسبة للذكار عاو تنتهوا غادي تستفد منه غادي يبقى يلقح لك الأمهات تهو تمن ديالو بوحده را تذكر مثلا بابيو لشان شيلا را ممكن او حتى مثلا هذا انا نصبر عليه غادي واحد شهر را نبيعه بالتمن اما باش تكونوا مفاهمين شسمه هي الطرق ديالتصويق ما بين البيع بالجملة بيع بالكيلو والبيع بالحبة را خاص تكون واصلة يعني إلا كانت واصلة را تمن ديالها را كيتضاعف تقريبا را كيتضاعف ماشي كيتضاعف ولكي محل 140 درهم تل 250 درهم را تقريبا غادي تضاعف إذا الأرنب منين يوصل تلت شهور را كيكون واجد باش على التمن ديال الكيلو إلا فات تلت شهور ودات له اليبرة اللي هي كتسوع 10 درهم صافي را ولا محسوب من طباقة ديال الكسيبة إلا كان عنده ربع شهور صافي ذكره وانثى بقى لها شهر وممكن تزوجه أما بالنسبة للدكر را 5 شهور را ممكن أنه يلقح ينشوف المعượب hypothetically ما بين شهر ديال الفرق إن المcheck لم أجد شهر لحوزين يعني كتلت شهور تلت شهور تلت شهور تل 카ba ورأة تلت شهور تلاربعة شهور ممكن أن ان التحضر الشهر كيتضاعف تقريبا كلنا كيتضاعف إذاً حضروا رأسكم من هذه القضية من النصابة المحتالين أنه يخلطوا الأمور يقول لك لا أنا أريد الكيلو والكيلو أراه هو اسمه الزر الحقيقي اللي يريد يقول لك فوقت الكيلو وسبعمائة لماذا كيلو وسبعمائة؟ لأنه مني كتبعو له وكتبعو له بالشعر دياله بالمصارن دياله مني يدبحو صافي يقول لي هذا الأرنب عبارة عن اللحم هو كيتاجر معك في اللحم كي يشري مثلا 35 درام راك يبيعوه ب 80 درام يعني خيبك يرمي لك الأحشاء اللي دياله راك يكون رابح مئة بالمئة يعني كل واحد أرزق الله كل واحد وعن حمنا ما كم الشيء كان هضره على هذه القضية هو شحرك يربح هو من حقه يربح عنده محال دياله وعنده الكرة دياله وضرائب وضو أما بالنسبة الفكرة اللي هضرت عليها منها وهو الحتيال من نوع آخر وهو أنه بغي يشري عليك السلعة اللي هي عبارة عن كيلو وما تكونش في وصلة الشهور تكون هو بغيها دياله خمس شهور مثلا خمس شهور راماشي هي السلعة اللي يعني ديال الدبيحة هو أنا كون أنا راني سبع سنين دياله دياله تبارك الله بدون تفاخر ولكن را عندي تجريبة في هذا الميدان ممكن أنه نعطيه الإحلال إحلال هي شي حاجة ما كتولدش ولا شي يذكر في شي مشكيل أنا لا أنا راني عارف يعني الهضره يخصص كون بضوابط بموازين ما خصش هو كتسول له نفسه أنه يقدري يخدعني لأنه هو بغي ياخد شي حاجة يعني كتولد وبثمان ديال الكيلو ولكن را ممكن عطني الخدع ديال مربي الأرانيب را ممكن أنه كيقول كالطمع كيغلبو شكون كيغلبو الكداب ممكن أنه هو كيطمع ممكن أنه يتصادف مع شي حد خر ويبيع له شي حاجة اللي ما كتولدش مثلاً اللي فيها شي مشكيل اللي كتكول ولادها اللي يعطني الضكر اللي عاقيم مثلاً ويشريع عليه هو وكيصحاب بالإراه هو خدعه والأخر الطمع والأخر كاذب عليه مهم هاد الأفكار أنا يعني كنت أسف أنا كيني الناس اللي كيفكروا به هاد الأفكار بحال هكا ولكن ما عندنا من دي رخص البنادم يحضي أعطيتكم هاد الأفكار راه هي عبارة عن أسرار اللي كتروش في المخ دي التجار حضيوا مع هاد التجار راه هم كيغشوا يعني انتم ما كونوا واقعيين وعرفوا بليرا كين الغش ماشي ماشي الدنيا راه كلها عبارة عن خير على كين ما كين الخير كين الشر كذلك إذن هذه الحلقة دينا هاد النهار حاولوا أنكم تردوا بالكم يعني التربية دي الآن أنا بيارها يعني زيانة وكنت تجيب المدخول الحمد لله ولكن ما تخليوش يعني بعض يعني الأشخاص اللي يخسروا لكم لبيع الشر دي لكم إذن الحلقة الدين هي هادة رضوا بالكم الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قانات الغادية بالدعم دي لكم كنشكركم بزف تعالق طيبة دي لكم كان نقرأها وكنجاوب عليها قدر الإمكان الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا وتكيووا على زر جام ما تنسوناش من زر جام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا